السلام عليكم وتتبعي قناة زيزو شانال مرحبا بكم في دروس جديدة لتلامذة السادسة من التعليم الابتدائي مرجع كتابي في اللغة العربية مرحبا بكم من جديد في الوحدة الثالثة وعنوانها العلم والتكنولوجيا ومع أول نص وظيفي عنوانه تطور التكنولوجيا قبل البدء في قراءة النص يجب أن نلاحظ ونتوقع ألاحظ الصورة وأعبر عن مضامنها كما ترون في الصورة فهي تنقسم إلى قسمين في الجزء الأول نلاحظ هناك عربة مجرورة تحمل أسرة مكونة من أم وأب وأطفال ويحملون معهم الأثاث وكما ترون فعلى وجوه الأم والأبي ملامح السعادة أما في الجزء الثاني من الصورة فتلاحظون هناك طائرتان طائرة تستعد للإقلاع وطائرة تستعد للهبوط وهنا برج المراقبة يعني في مطار نكتب ماذا نلاحظ في الصورة ألاحظ في الصورة الأولى أسرة تحمل أثاث منزلها عبر وسيلة تنقل تقليدية وبداية وهي عبارة عن عربة مجرورة وفي الصورة الثانية نرى وسيلة نقل عصرية عبارة عن طائرة تستعد للإقلاع وأخرى تستعد للهبوط في المطار ثم بالنسبة للتعليمة الثانية أقرأ العنوان وأحدد مدى تطابقه مع الصورة بالنسبة للعنوان تطور التكنولوجيا فكما ترون في الصورة هناك تطور من الصورة فهذه الصورة هي لوسيلة نقل في الماضي وفي الصورة الثانية وسيلة نقل في الحاضر العنوان يعبر بشكل واضح عن الصورة حيث يظهر جليا كيف تطورت وسائل النقل من استعمال الوسائل التقليدية إلى استعمال التكنولوجيا في صناعة وسائل نقل متطورة وعصرية سريعة نعيد القراءة العنوان يعبر بشكل واضح عن الصورة حيث يظهر جليا كيف تطورت وسائل النقل من استعمال الوسائل التقليدية إلى استعمال التكنولوجيا في صناعة وسائل نقل متطورة وأخرى عصرية بالنسبة للسؤال الثالث أتوقع ما سيتحدث عنه بس أتوقع أن يتحدث النص عن مظاهر التطور التكنولوجي في وسائل النقل بعد قراءتنا لنص تطور التكنولوجيا نمر إلى الإجابة عن أسئلة أغني معجمي وقبل ذلك أقرأ وأتحقق أناقش مع أصدقائي توقعاتي وأقرأ في النص المؤشرات التي تدل على صدقها أو عدمه كما رأينا في توقعاتنا فإننا توقعنا أن يتحدث عن نص عن مظاهر التطور التكنولوجي في وسائل النقل نمر إلى التوقعات توقعاتي نصفها صحيح أو هي صحيحة جزئيا حيث يتحدث النص عن التطور التكنولوجي ومراحله وتحدث في الفقرة الأولى عن تطور وسائل النقل ومن المؤشرات الواضحة هي هذه الكلمات أو المفردات وسائل النقل، إطارات السيارات، المحركات البخارية ثم في الفقرة الثالثة تحدث عن إحداث ثورة كبرى في وسائل النقل البري والبحري نمر الآن إلى فقرة أوني معجمي أتم خريطة الكلمة تلبية فنوع هذه الكلمة هي إسم الكلمة نوعها إسم ومرادفها تلبية لكذا هي استجابة وضدها رفض أركبها في جملة أصلي أو أذهب للصلاة تلبية لنداء ربي أذهب للصلاة تلبية لنداء ربي نمر إلى السؤال الثاني في أغني معجمي وهو أتم عائلة الكلمات التالية كما في المثال هدينا فعل تسعى يسعى ساعي ساعي هنا فعل صنع في المضارع يصنع ثم اسم الفاعل هنا صانع واسمه أو مصدره هو صناعة أو صنع هنا بالنسبة لساعي فأصلها هو ساعي بالياء في الأخير ولأنه اسم مقصور والتنوين فإنه يحدف الياء في الأخير بالنسبة لفعل استخدم في المضارع يستخدم ثم مستخدم هو اسم الفاعل وبالنسبة للمصر هو استخدام نمر الآن إلى فقرة أفهم في الفقرة الأولى تعريف بالتكنولوجيا أذكرهم نذهب إلى الفقرة الأولى من النص فنجد بأن التكنولوجيا هي العلم التطبيقي الذي يولي اهتماما كبيرا لدراسة الفنون والحرف والصناعات وكل ما يرتبط بها من وسائل مساعدة على تطوير أدائها لتلبية حاجات الإنسان ومتطلبات الحياة نكتب في ورقة جانبية هذا التعريف نعيد التكنولوجيا هي العلم التطبيقي الذي يولي اهتماما كبيرا بدراسة الفنون والحرف إلى غيرها إلى متطلبات الحياة نمر إلى السؤال الثاني كيف بدأت علاقة الإنسان بالتكنولوجيا؟ نجيب عن السؤال بدأت علاقة الإنسان بالتكنولوجيا عند استعماله للأدوات المحيطة به في الطبيعة واستخدامها في الحصول على الطعام وحماية نفسه من الوحوش البرية هنا نتحدث عن الإنسان البدائي نعيد بدأت علاقة الإنسان البدائي بالتكنولوجيا عند استعماله للأدوات المحيطة به في الطبيعة واستخدامها في الحصول على الطعام وحماية نفسه من الوحوش البرية نمر إلى السؤال الثالث كيف تبصم الحقب التاريخية على تقدم التكنولوجيا؟ أذكر أمثلة من النص نجيب تبصم الحقب التاريخية على تقدم التكنولوجيا حيث شهد القرن الثامن عشر طفرة في تطور الصناعات حيث تزامن ابتكار المحركات البخارية التي أدت إلى إحداث ثورة في وسائل النقل ثم في فترة الحرب العالمية الثانية ساهمت الحرب في ابتكار الطاقة النووية التي كانت العاملة الأهمة في إنهائها كما تعرفون فإن في الحرب العالمية الثانية ساهمت ابتكار الطاقة النووية إلى إنهاء الحرب حيث كانت هناك عدة تفجيرات في اليابان وغيرها نمر الآن إلى السؤال الرابع ماذا أصبحت تمثل التكنولوجيا بمواصفاتها الحديثة؟ أصبحت التكنولوجيا بمواصفاتها الحديثة تمثل رمزاً للحياة المتحدرة أصبحت التكنولوجيا بمواصفاتها الحديثة تمثل رمزاً للحياة المتحدرة ثم بالنسبة للسؤال الخامس ما الدافع الأساس لاستخدام الإنسان البدائي للتكنولوجيا؟ الدافع الأساس لاستخدام الإنسان البدائي للتكنولوجيا حاجته للحصول على الطعام وحماية نفسه من الوحوش البرية عبر استخدامه للأحجار الحادة في استشذيب الأشجار وتكسير العظام لتقطيع اللحوم لتسهيل تناولها وهو ما رأيناه في دروس التاريخ لهذه السنة كيف تطور الإنسان البدائي الذي وجد في عصور ما قبل التاريخ ثم في السؤال السادس جاء في النص أن التكنولوجيا تعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والجمالية كيف ذلك؟ إن التكنولوجيا تعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والجمالية حيث جعلت العالم قرية صغيرة يتواصل أفرادها ويتبادلون الخبرات والمعارف مما أدى إلى تسارع تقدم المجتمعات وتطورها أعيد إن التكنولوجيا تعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والجمالية حيث جعلت العالم قرية صغيرة يتواصل هنا التواصل وتبادل الخبرات والمعارف مر إلى السؤال السابع ما رأيك في اعتبار الحرب عاملا أساسا في تطوير التكنولوجيا؟ صحيح صحيح هذه المقولة حيث أسهمت الحرب في ابتكار الطاقة النووية التي أدت إلى تطوير الصناعات الحديثة واستخدامها في محركات وسائل النقل نعم فقد ساهمت الحرب وكانت عاملا أساسا في تطوير التكنولوجيا حيث بأن في إبانة الحرب العالمية الثانية تم ابتكار الطاقة النووية وهي التي كانت بمثابة طفرة أو ثورة أدت إلى تطوير الصناعات الحديثة وبالنسبة للسؤال الثامن هل تحول العالم إلى قرية صغيرة بواسطة التكنولوجيا؟ أمر إيجابي عفوا هل تحول العالم إلى قرية صغيرة بواسطة التكنولوجيا؟ أمر إيجابي لماذا؟ نجيب تحول العالم إلى قرية صغيرة بواسطة التكنولوجيا هو أمر إيجابي لأنه ساهم في تواصل الأفراد في مختلف بقاع الأرض عفوا بقاع الأرض وتبادلهم للخبرات والمعارف بالنسبة للسؤال التاسع أناقش دور الإنسان الآلي في تطوير حياة الإنسان وأبدي رأيي فيه بالنسبة لي فقد ساهم الإنسان الآلي في تسهيل حياة الإنسان حيث ساعده في القيام بالمهام الصعبة والشاقة وكذلك في ترشيد الطاقة والوقت فبفضله استطاع الإنسان اكتشاف الكواكب البعيدة والسفر إلى عوالم مجهولة وكذلك قلص من نسبة الخطر النسب الخطر التي يمكن أن يتعرضها للإنسان في حياته اليومية كما تعرفون فالإنسان الآلي في بداية اختراعه أو اكتشافه تخوف منه الإنسان حيث خاف أن يتم تسريحه من العمل أو يتم الحد من صلاحياته لكن هذه المخاوف كانت عبارة عن مخاوف فقد ساهم الإنسان الآلي في تسهيل حياة الإنسان كيف ذلك؟ فقد ساعده في القيام بالمهام الصعبة والشاقة كما ترون الآن مثلا لدى النساء في المطابق فقد تم ابتكار آلات التصبين وآلات غسل الأواني وغيرها وكذلك في ترشيد الطاقة والوقت فقد باستخدام الإنسان الآلي أو التكنولوجيا أصبحنا نختصر في الوقت وبفضله استطاع الإنسان اكتشاف الكواكب البعيدة والسفر إلى عوال مجهولة وهذا كان مستحيلاً على الإنسان أن يفعلهم بنفسه وذلك لأن هناك نسبة الخطر لذلك فاكتشاف الإنسان الآلي قلص من نسبة الخطر التي يمكن أن يتعرضها لها الإنسان نمر الآن إلى فقرة استثمر جاء في النص الأسلوبان التاليان لا تكاد حتى ولقد إذ لا أستعملهما في كتابة جملتين مترابطتين مع استثمار ما استفدته وقد قمت بتوظيف هذين الأسلوبين لا تكاد تمر أيام قليلة حتى نكتشف أن الوباء قضي عليه ولقد بدأت عملية التلقيح إذ لا مجال للتخوف منه فاكتشاف التلقيح هو من مظاهر التطور التكنولوجي وقد وضفنا هاتين العبارتين أو هذين الأسلوبين في هذه الجملة ولا تكاد تمر أيام قليلة حتى نكتشف أن الوباء قضي عليه ولقد بدأت عملية التلقيح إذ لا مجال للتخوف منه أي التخوف من التلقيح أو من الوباء نمر الآن إلى السؤال الثالث ثاني أسرد مع أصدقائي أحداث تطور التكنولوجيا كما جاءت في النص أحداث تطور التكنولوجيا ظهر مفهوم التكنولوجيا أول مرة مع الإنسان البدائي الذي عمل على تطوير أدواته لتسهيل حياته وحاجته للطعام والحماية كان ظهور التكنولوجيا أول مرة مع الإنسان البدائي ننتقل الآن إلى بداية القرن الثامن عشر حيث عرف العالم ثورة في التطور التكنولوجي بفضل ابتكار المحركات البخارية هذا هي من مظاهر التطور التكنولوجي ابتكار محركات البخارية التي أسهمت في تطور وسائل النقل وغداة الحرب العالمية الثانية تم ابتكار الطاقة النووية التي أدت إلى تطور الوسائل التكنولوجيا وبالتالي تقدم المجتمعات لدينا هنا ثلاثة مراحل في تطور التكنولوجيا أول حدث هو مع الإنسان البدائي الذي عمل على تطوير أدواته نظرا لحاجته إلى تسهيل حياته وحاجته للطعام والحماية ثم الحدث الثاني هو ابتكار المحركات البخارية ثم في الحرب العالمية الثانية تم ابتكار الطاقة النووية نمر الآن إلى السؤال الثالث والأخير في هذا الدرس أبحث عن استعمالات أخرى للتكنولوجيا من طرف الإنسان البدائي وأعرضها استعمالات أخرى للتكنولوجيا من طرف الإنسان البدائي ففي مجال الزراعة تم ابتكار أدوات فلاحية كالمحراث والمذرات والمنجل وغيرها ثم في مجال تدجين الحيوانات تم اكتشاف طرق جديدة مساعدة في تدجين الحيوانات لمساعدة الإنسان البدائي في الفلاحة وتوفير اللحوم أو الحماية ثم في مواد البناء عبر تعويض سكنه في الكهوف والمغارات إلى بناء بنيوت من طوب أو حجارة وهناك مظاهر أخرى لا يسعون الحديث عنها هنا في هذا الدرس وقد تطرقنا لها في درس التاريخ وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله عبر تعويض عبر تعويض بعض الأشياء قبل تعويض وأعثر جميعا بتدرج هؤلاء جديد عبر تعويض